السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت مناربي دائما تكونوا في أتم الصحة والعافية صراحة نشكركم بزاف على التفاعل في الفيديوهات كذلك بالنسبة للإخوة الذين يلقونوا مشكلة في فهم الموضوع الذي نهضر عليه هل إخوة الذين يعتقدون أنهم لا يتأكدون من هذا الشيء الذي يقولون فأخي الكريم حاول تفرج فيديوهاتي بشوية لك وركز هذه المعلومات دقيقة التي نعطيها لكم إذا كنت نوجدها، كنت نبحث عنها، كنت نقرأ عليها وقبل أن نبدأ الفيديو، أحب أن نذكر الإخوة الكرام الذين يريدون إشتراك للإشتراك 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 فالإشتراك حاليا عند الأخ والصديق الذي سنجعل لكم رقمه في أسفل الفيديو بالنسبة للإشتراك 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 حاليا يوجد عروض كيل العرض شهرين 130 درهم و كيل العرض شهرين 130 درهم بالنسبة للإشتراك 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 سوف تبدله مرة تجدها طالع و مرة تجدها هابط وزايد أن أرخص الشراك كنتظن هو الذي عندي صديقي لأنه فعلا عندما نقلب الشراكات للإشتراك للإشتراك في بلسة أخرى أو في دولة المغرب سوف يمكن أن يصل إلى شهر واحد 100 درهم أخي الكريم إذا كان لديك رغبة أن تقوم بإشتراك للإشتراك للإشتراك سوف ندخل لكم الرقم في أسفل الفيديو سوف ندخلوا عندك وصلوا معه والإشتراك للإشتراك بالنسبة للموضوع الحلقة هو كيف نشتري بي اس كارت سوف نشتري بي اس كارت فهذا الفيديو سوف تأخذ الكثير من المعلومات لذلك يجعلني أن تدخل على أي بلاي ستيشن كارت كيفما كان نوعه بالطبع الحال سوف نقول لك ونرى الأخير سوف تنجيز على الإشتراك وإن شاء الله إذا كنت تجري بي اس كارت سوف نشتري بي اس كارت ولكن قبل أن ندخل في الموضوع كنت أذكرك أنك تشهبت الدرجة من هذا الفيديو ونجعلنا أن تعليق لديك أي سؤال أو أي استفسار في هذا الموضوع أول شيء سوف تتعلم قبل أنواع البي اس كارت هاتف 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 سوف تتطبقوا بالنسبة للخيط الذين يسؤولون على البي اس كارت سليم نعم ان أصلا هاتف بعد عشر سنوات فكما أنت في نظارك سوف تنجيز لك جهاز بي اس كارت جديد نسخة 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 كبير كبير فكرة تتحرك لك بس كارت جديد في 2023 وعلى ما أظن كان بس كارت سليم جديد ولكن لا يرى في أوروبا ولم يرى في السوق الياباني حيث بس كارت سليم في السوق الياباني لا يزال بشكل قوي لذلك يسهلون بس كارت سليم بالنسخة اليابانية واحد معلومة أخي الكريم هل تتعرف بلأس كارت تقريبا 90% كاملة من أوروبا؟ السؤال الذي يمكنك إيطافك هو كيف نعرف كيف الفضل المنطقة بس كارت سليم أو لا أول حاجة تتعرف لكم الذي سيفضل الفخ هو أن من الباعث يقول أن الفضل المنطقة بس كارت جديد لا يسهل أخي الكريم من أجل قد تشارك أكثر من 10 سنين وأكيد هنا سأتصل على سؤال وردود الأفعال كيف سيفضل الفضل المنطقة بس كارت كثير من 10 سنين كيف سيكون مكان ذلك المعجول الحرارة في الفضل المنطقة بس كارت سيكون بتكرم اكيد فما يمكنش اخي الكريم تقنيا ان البي اس كات يضرب معك سنوات بلا ما يتحل زائد معلومة ماكينش ببي اس كات ماداش على الصيانة هتقولي يا احمد شنو باش كتعرف انترى البي اس كات راه مشال الصيانة اول حاجة اخس كتعرف بلالبي اس كات راه في واحد استيكر وفي واحد لوك واحد القفل وفيه كذلك البراغي ولكن هاد البراغي و هاد السيكر و هاد الكافر دي البي اس كات المشكل انه يتشونج يعني ماتلا لقيته البراغي جداد ويقولك انا عمره بلالبي اس كات راه جديد والكافر براسه يتبدل حتى البي اس كات راه يتبدل وحتى السيدي درايف يتبدل تخيل معي ان البي اس كات راه كله يتشونج فانت ما تحفظ الفخ و بقعز الفطع لك معرفت صراح الباقي علش ما يجيك شنيشان يقولك اخويا هاد البي اس كات راه يتحل درنا له معجول حراري واشرح لك المشكل انه سيبدأ يسخون و جاب الله هين فتحنا و شانجينا له مثلا المعجول الحرارين يطويينه من الغبرة حيث الشي كي اثير عليه والبي اس كات راه ضامانه ستجربه خدمه شهر شهرين وذلك ساعة وقعت فيه شي حاجه هناك تعرف البائع راه صادق معك وكي بيعلك شي حاجه نقير واكبر دليل على ان جهاز بي اس كات راه يشبه حاليا ديجه مفتوح هو المعجول الحراري تخيل معي لمدة عشر سنين المعجول الحراري ما يقع لول ما يكرم ما يقع لك شي حاجه لذلك المعجول الحراري ما يبقى يتفاعل فهذا يتغيب المعجول الحراري و بلا ما يكذب عليك يقول لك ان البي اس كات راه مراجح زائد ان الاهمال في تنظيف دي البي اس كات لعدة سنوات يؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة دي الجهاز وحتى المعالج دياله يسخن وكذلك ارتفاع صوت الجهاز كتسمع طيارة غادية من هناك وطبعا هذا الشي كامل سيؤدي الى احتراق الكونسل وفي الاخير اخي الكريم سوف نعطيك ثلاثة نقاط اللي هم مهمين إلا بغيت تشريب بي اس كات النقطة الاولى هي اتقد يلك بالبائع وما ماذا الصراحة اللي كي هذر بها البائع فكلما كان البائع صارح معاك وجدت نيشان وقالك بي اس كات راه محلول ولكي رغاني طوياج المسائل فانت اخي الكريم بين ايادي امينة شري من عنده توكل على الله ولكن لش في شي كيدخوله يخرج في الهضراء ويقول لك لا رعمرو تحل وططمن هنا وططمن ليه كون على يقين انه بغي قول بك وثاني نقطة عند الشراء اللي كان على شبرا انا مهمة واللي ديجج اخدمت بها هي انك تتريب الجهاز من عند شخص في داره تخيل معي انك تلقى دري ديجج يلعب بي في داره ولديج اجاب له خاله من برا يقصر بي في الدار يجربون لك ويبيعون لك فهنا انت في الامان اخي الكريم مدم شخص يدخل لك الدار ويسيلك الكونسل ويبيعون لك فكون على يقين انك ستأخذ جهاز نقي والنقطة الثالثة هي القصة اخ ايوب واحد من المتابعين دي القناة ايوب والدربارت وصل معي وهدر معي في الواتساب وشرحت له بزر دي الحوايج ايوب مشال واحد المحال وشنا من عنده جهاز بي اس كارت في البيض مع مانيطة بيضة مشال الضهر الدار لقى واحد شوية سخونية ولكنك سخونية عادية لعب بيه مزيان بيس هو هدك كذلك البائع قال له اخويا شوف لو قعته شي حاجة عندك شهرين قارنتي اعطاه هفيفا مع الجهاز هناك تشوف تجربة دي الواتساب الشخص اللي هو شراء من محال شوفوا ما يقع معه شراء الجهاز ووضعه للدار وخدام به الى يومين هذا مزيان فعلش لما تدروا شبحة الاخ ايوب تنتموه وتتأكدوه يعني من الباقي وتتأكدو من المحال دياله وشوفوه اعطاكم قارنتي ديال شهرين او شهرين لما اعطاكم عرب اللي هو اصلا مغامر ومقمر معك فهد الجهاز حتى الان هنا اخوة تكون سريت فيديو وما زالك اوعدكم باللي الفيديو ديال راكيت مونطاو وقرب اتحط فلاشين اما الان عزيز مشاهد اضرب لكم موعدا في الفيديو قادم ان شاء الله دمتم فرعاتي الله وحفظي وحبكم في الله دائما وابدا والسلام